بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين الإخوة الكرام الأخوات الكريمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحديث عن رسائل الجامعية في جامعات جمهورية بنين وبالتحديد الحديث عن أبرز المواضيع التي اختارها الطلبة المسلمين في أقصام اللغة العربية والدرسات الإسلامية والمعاهد الجامعية المصرحة لدى الحكومة يجرنا إلى ذكر الاتجاهات البحثية المعتمدة والتي تنصرف إلى المواضيع الكلاسيكية من جهة وهو اتجاه سهل إذ يعتمد على ما تم كتابته سابقا وما الاتجاه الآخر فيرى أهمية تناول المواضيع الميدانية وعداد الدراسات التقابلية والمقارنة ونلاحظ أن هذا الاتجاه الأخير هو ما يميل إليه سلة من رؤاساء الأقصام من أرباب التوجه الانفتاحي والمثقفين الجدد الصحة التعبير والدكاترة التي لديهم ثقافة وخبرة واسعة فيتم رشاد الطلبة إلى الكتابة في مواضيع تخدم المجتمع وتتجاوب مع احتياجات الصحة البنينية وهي مواضيع لها صلة بالواقع المعاش وتقدم إضافة للمكتبة العربية والإسلامية وهذا التوجه الجديد في كتابة المواضيع بهذا الشكل يمكن أن نقول أنه حديث يعني تتوجه قسم أو معهد بكاملية أو كلية أو جامعة بكاملية توجه جديد يمكن أن نقول أنه بدأ في بعض الجامعات من عام الألثين دون أن ننسى بعض المواضيع الأخرى السابقة التي كانت تذهب في هذا المشار ونأخذ على سبيل المثال في شعبة الترجمة رسالة ماجستير بعنوان الترجمة العربية لقانون التأجير التمويلي في جمهورية بنين والواضح من هذا الموضوع أنه بالفعل يخدم احتياج المستعربين الذي ليس لديهم لغة أخرى أو نقول الناتقين بالنغة العربية بحيث يستطيع أن يعرفون ما هو المعمول وماذا يقول الدستور ويمكن أن يقدم أيضا إضافات أو يعترضوا أو يقدموا بداء للبرلمان وفي شعبة الأدب الإفريقي نجد أيضا رسالة ماجستير بعنوان صور الفساد في المجتمع البنيني من خلال رواية السيكيتيرا الخاصة دراسة وصفية تحليلية وهذا الكتاب أو هذه الرواية مشهورة جدا ويدرت في المدارس الوطنية البنينية فدراسة هذا الجانب الفساد الذي تطرحها هذه الرواية مهمة جدا لنا من الثقافين بالثقافة العربية والفرنسية وغير ذلك لكي نربط الصلة ونستفيد بالفعل ويستفيد الذي لا ينطق بالفرنسية من هذه المحتوى الاجتماعي وفي شعبة علوم القرآن نجد أيضا عنوانا يتناول المشاكل الاجتماعية وحلولها من خلال صورة الحجيرات وفي شعبة العقيدة والفكر نجد أيضا عنوانا جميلا عن أسباب فشل الشباب في الحفاظ على العشرة الزوجية والحلول المخترحة أما في شعبة التربية وهو شعبة مهمة جدا نجد عنوان كثيرة ولكن نختار من بينها أسباب انحراف الشباب في المجتمع وطرق علاجها في ضوء الشريعة الإسلامية حالة مدينة بورتو نوفو وأيضا عنوانا آخر مادة التربية الوطنية في تعليم الأساسي البنيني وأثارها التربوية وفي شعبة اللغة العربية نجد عنوانا حديثا بعنوان بمضمون أسماء الطيور في لغة يوربا وكتابتها بالحرف العربي المنمط وغير ذلك من المواضيع مثلا تاريخ الإمامة في منطقة كذا وكذا وكذا أو دخول الإسلام في منطقة كذا وكذا أو الدراسات الفقهية التقابلية مثلا القانون الوضعي في الميراث أو الطلاق أو الزواج بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي البنيني وأيضا الحديث عن المكبة الوطنية المتحف العربي أو حتى السياحة في جمهور البنين هي مواضيع بالفعل نراها تتجاوب وأي واحد يهتم بذلك وفي الختم نتقدم بخالص الشكر والعرفان لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على هذه المبادرة التي تناقش القضايا الفكرية والأدبية ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وقولوا عام وأنتم بخير رمضان مبارك علينا وعليكم